نحن عائلة وعشيرة كان لها دور في مقارعة الإرهاب عام 2006 وأول مشروع أمني في العراق يظهر استطاع أن يفرض الاستقرار والأمن في المحافظة ودفعنا نتيجة ذلك شهداء كثيرين من أهلي وأقاربي ومن عشائر أخرى من أبناء عمومتنا في المحافظة ومو إحنا اللي نخرب إحنا دائما أهل عمار وأهل عمار وإحنا دواوين قديمة لا هو ولا القبلة يقدر يوصلنا بعد لألف سنة هو الناس تعرفنا وإحنا مضيف للخاطر ونكسر جبر الناس نجبر كسر الناس ما نعمل على إهانتها إحنا هل حظ وبخات مو هو اللي خافهم يوقف لك بسيطرة الصقور نعم خافهم يوقف لك بسيطرة الصقور والله وقف هو قبل ما أهم اعتقلوني مرة هنا ومسوي لي فد مادة كان ذكرتها عدة مرات صرتها من استحي من هذه القضية ما عند احترام للناس يقول هذا أنا أولا عمران أكبر منه يعني بقدر واحد من ولدي وأني أستاذ مساعد في الجامعة هو هيش يعني هاي العناوين ما تعني لشيء هو الرجل يعني يحارب هذه العناوين الكبيرة ويحاول ينتقص منها أو يحط من قدرها لكنه بالأخير سيفشل سيفشل وأحنا نقول هي من هالمنبار ومن أي ديوان بالأنبار ومن أي من الشارع ومن السيارة ومن البيت أحنا ما بحالة لا هسة ولا بعد ألف سنة لو يصير جرين دايزر هذا اللي يسولفون عليها بالله فما علي إلا أن يحترم أهل المحافظة ويرعوي ويترك هذا المنهج الأعوج إذا أراد للمحافظة أن تستقر ويحتكم إلى أهل الحكمة ونستطيع أن نحل المشكلة بمودة ومرحمة إذا كان عازب أما أنه يريد يفرض علينا منهج من خلال السياسة ما يقدر هو لا هو يتهمنا ولا غير أما أن يعدل سلوكة وأما إحنا معنا اشتركوا في القناة